المولد يا جماعة الكهربائي علشان يشتغل في المنظومة الكهربائية بيكونش شغال اعتباطاً كده ولا هبلاً المولد الكهربائي بيكون فيه لمتس معينة وحدود معينة بتكون حاكمة لا يستطيع أن يحيد عنها لا يزيد عنها ولا يقل عنها خاصة فيه قدرة المستخدمة في عملية الإجزايتشن بتاعت الملفات الداخلية بتاعته إنه مهتمين جداً بالكيو لأنه يستخدم في الإجزايتشن بتاعت ملفات المولد الكهربائي فبالتالي لو زادت الإجزايتشن فسيؤدي ذلك إلى استمرار مور تير كهربائي على الملفات بطريقة زائدة مما يؤدي إلى السخونة الزائدة في ملفات المولد الكهربائي مما يقلل من عمره الافتراضي وما يسبب مشكلات موجودة على السيستم بتاعك فبالتالي أنا حطيت له حاجة اسمها الجنريتور كاباباليتي كيرف الجنريتور كاباباليتي كيرف هو عبارة عن كيرف بينظم دوران وشغل المولد الكهربائي بتاعك يعني لو كان عندي ميجا وات عالي وميجا فار عالي ففي الحالة ديت في حاجة بتحكم المنظومة الكهربائية ككل من حيث الميجا وات والميجا فار يعني سيء مثلا المولد اللي قدامي ده جماعة بيخرج ميجا وات 200 ميجا وات وبيخرج كذا ميجا فار الميجا وات والميجا فار يا جماعة زي ما احنا عارفين ليهم علاقة مختلفة مع الجهد فالميجا وات بتكون مشية في اتجاه الجهد والميجا فار بتكون عمودية على اتجاه الجهد فيه منهم سهم بيكون هو عبر عبارة عن المحصل فلتا ام بير جيب تمام الزاوية اللي موجودة أنا بgesetztش انا بستخدمه علشان احصل الاكتف فاور بتاعت عرف ان البق في حالة ال day c بتسوي الف في الكوسين في حالة dc البق بتسوي الف في الاي وكأن في حالة ال dc ليس هناك زاوية بين الجهد والطيار فبالتالي اللي بكون جيب تمامها بتمام زاوية الزيرو تيال بتسوي اي واحد فليس هناك زاوية بين الجهد والطيار وكما نعلم أيضا أنه من خلال العلاقة أنه قانون الـ Power Factor بيساوي P على الـ S وعبارة عن الـ Indication بيوضحني أنا بستفيد بأدئين من القدرة الكلية اللي خارجة من المولد الكهور الـ P اللي هي الـ Active Power على الـ S اللي هي الـ Apparent Power اللي هي بيسموها الميجا فولت وزي ما حضرتك شايف معي يا صديق العزيز أدي الكيرف بتاعك أهو ده الكيرف اللي بيوضح لك العلاقة ما بين الميجا فار الـ Reactive Power والميجا وات زي ما حضرتك شايف كده ده قدامك كده الميجا فار Reactive Power وده الـ MegaWatt active Power الاتحاد ما بين الميجا وات والميجا فار بيعروف بالميجا فولت أينبير اللي هي الميجا فولت أينبير وزق ما احنا قلنا من شوية في حالة DC البي بساوي الفي في الاي في حالة الـ AC الـ Power Factor في حالة الـ AC البي بساوي الفي ل الفي و The Power Factor بساوي P على الـ S اللي هي الاكتب باور على الـ Reactive Power الـ Capability Curve بقى زي ما حضرتك شايف ده وده بيسمى منحنى الاستطاعة للمولد بتاع حضرتك. بيوضح الحدود للميجا فولت امبير وفقا للقرنت في الاستيق. على سبيل المثال ان احنا بنقول بتنتج فقط هزا القم من العشان تتماشى مع مع معينة هي اللي بتكون تتوافق مع معينة. لازم ان اقلل الميجا والت النتيجة لو انا اردت ان انا انتج ميجا فولت امبير عالي. على الرغم ان هناك حدود اخرى. هناك حدود اخرى للمولد الكهرابي اثناء التشغيل. كما نعلم لكي نزيد الميجا فور من المولد لابد ان نزيد من الاسارة. عشان ازود الميجا فور من المولد بزود الاسارة. وسجادة الاسارة ديت بتعني بطبيعة الحال ان انا ازود طيار المار خلال الملفات. وبالتالي بتزيد من سخونة الملفات بتاعت. وزي ما احنا شايفين في الشكل كده. عندي زيرو هيديني مية وتمانين ميجا وات. ولكن لو اردنا ان ننتج ميت ميجا فور لابد ان نقلل الاكتف فور النتيجة الى مية واربعين. عشان انتج ميت ميجا فور لازم ان انتج عند مية واربعين هقلل الميجا وات بتاعتي. عشان نحافز على سخونة العضو الضوار اللي هي بتاعتي. ما يسخنشي ويكون في الرنج بتاعي. وده عندي هنا ودي الميجا وات سبلاير ديت الميجا فور بتاعتي. كذلك ستدخل في مشكلات كبيرة جدا لو قللنا بتاعتي. في الحالة ديت هيسقط الجهد وبالتالي هيخرج المولد بتاعي من يعني في حالة في حالة اهو. وان انا ازود ولا يسمح ابدا ان انا قلل برضو عن القيم ديت عشان اشتغل في علشان بتاعي ما يخرجش من المشكلة ان لو طيار الروتور يا جماعة قلب يصبح المجال المغنطيس ضعيف جدا. وبالتالي المولد بيفقد استقرار وبيسقط من التزامن مع الوحلات الاخرى الموجودة على الشبكة الكهار. وعشان اقلل من كده ما ينفعش عن المحدد اللي هو بيعطى بالمنحنة اللي شرحنا من شوية. والتركيبة دي من الحدودة جماعة بتخلي المولد يشتغل عند استطاعة معينة عشان تعطي اداء جاي. بالنسبة لكل مولد المنحنة ده موجود في غرفة التحكم كل مولد. للتأكد من ان المولد بيعمل مع الحدود المطلوبة سواء كان بيعطي ميجا واتس او بياخد او بيعطي ميجا فارد. ارجو اكون افتح حضرتك معلومة ان هضر حالك ستفات لايك بشتير وامرح حالك شوف ارجو اكون افتح صاحبنا وصاحب السؤال بمعلومة. السلام عليكم.